ذاب الثلج وبانت القمامة وعادت أزمتها لتتفجر وتفجر جدلا جديدا قديما في لبنان هل أزمات البلاد طارئة أم كامنة؟ هل هي أزمات خدماتية ومعيشية أم أنها أزمة نظام برمته؟ سر اللبنانيون عند اكتشاف الثروة النفطية على سواحل بلادهم لكنهم وقبل استخراجه فوجئوا بصور تثبت أن لبنان يعوم على نفايات افتراشة الشواطئ زحيفة من مكبات ضخمة استحدثت على البحر سحبتها أمواج عالية إلى البحر قبل أن ترد جزءا منها ليرسوا على الرمال مطمر برج حمود والمطمر في جديد اتنينية تنصر فيه انهيارات فالبحر دخل إلى المطمر وسحب النفايات الغير مفروزة لذلك كان منظر النينة البلاستيك وأكياس النينون واضح لو كان يكون فيه فرز كان مينموم هذه النفايات يمكن بيعت بحره وبره الكنوز التي ذكرها النشيد الوطني أدخما بأطنان من نفايات تكدست من دون فرز في مكبات تحولت تضاريصا على واجهة لبنان البحرية لوثت المياه وأثرت على طبيعتها البيولوجية أمر أدى إلى هجرة الثروة السمكية للمنطقة فترك الصيدون مركبهم راسية وعملوا للمطامر ما حدا رد علينا وصلنا هلا لها العاصفة اللي قطعي الموجة وصلت 6 متار فاتت خرقت المطامر تسحب زبالي من المطامر وشفنيها بعتقد على شطوت كل العالم معها خبرها وان صارت زبالي من عدل اللي رأت بذكار البحر هاي دي زبالي يعني تصوري انت قاعدة وزبالي حدك فيك تظلي قاعدة شيء والسامكي ما زل فيه زبالي بالبحر مرح تقرب لالا عشط ومش عبدفل بيطلع على الصياد على البحر بيرجع يدوبك ما عدت نين كيلو سامك مش حق ما زلطاته استنفرت السلطات أجهزتها لاحتواء تداعيات الحادثة أرسلت عشرات من عمال النظافة لجمع النفايات عن الرمال وتكديسها في مكان آخر على الشاطئ الذي سيصله قريبا مد الأمواج ويسحب الأكوام إلى المياه مجددا مكبات عشوائية وأخرى رسمية تنتشر على الشاطئ اللبناني وتلوث أكثر من منطقة الاعتراض عليها ما زال خجولة أما السلطات فتستحدث حلولا جزئية فيما تبقي على خطتها التي تفتقد غالبا إلى العنصر الاستراتيجي دارين حلوي سكا نيوز عربية من أحد شواطئ منطقة كسروان شمال بيروت ومعنا الآن من بيروت مدير أخبار لبنان في جريدة الحياة الأستاذ وليد الشقير وأيضا من هناك ينضم إلينا الخبير في التنمية نزيه خياط بإمكانكم مشاهدين أن تشاركوا معنا بإرسال الأسئلة والتعليقات إلى موقعينا على تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ وليد مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار يعني مش عارف من وين أبدأ في هذا الموضوع يعني مناظر حقيقة تدمي القلوب قبل العيون هل يعقل أنه لبنان أصبح مطمورا بالنفايات بهذا الشكل هذا البلد الجميل هذه الشواطئ الجميلة الآن الحرب انتهت من حوالي 27-28 سنة وما زالت هذه المشاكل الأساسية موجودة أين يكمن الخلل في هذا الموضوع هل يعقل دولة في القرن الـ 21 مش عارفة تتخلص من الزبالة فيها مساء الخير أستاذ مهند طبعا هذا نتيجة الخواء السياسي والخواء في إدارة الأزمات المتراكمة في لبنان منذ عدة سنوات يجب أن لا ننسى أن الأزمات السياسية عموما في كل البلدان تؤثر على عملية التنمية وعملية وعلى الوضع الاقتصادي ولكن في لبنان الأمور مضاعفة أكثر نظرا إلى أن حتى في البلدان التي نرى فيها أزمات سياسية كبرى حتى لو تأخرت الحلول لمساء الاقتصادية وأنمائية وبيئية من النوع الذي يشده لبنان حتى لو تأخرت لا نصل إلى كوارث من هذا النوع ولكن الحلول لهذه المشكلة مشكلة النفايات بدأت تظهر عمليا في بداية القرن الحالي ووضعت لها خطط وكانت تتأجل آخر خطة شاملة واستراتيجية كانت في العام 2010 في الحكومة التي ترأسها الرئيس سعد الحريري الأولى وضعت الخطة ومن ثم انطلقنا نحو أزمة سياسية كبرى طبعا هذه الحكومة جاءت أيضا بعد أزمة سياسية كبرى إثرها تيال الرئيس رفيق الحريري ومن ثم بعد أزمة سياسية كبرى بعد استقالة حكومة الرئيس الحريري والتي تعطل فيها عمل الحكومات منذ ذلك الحين حتى الآن والآن الحكومة الحالية نتيجة عدم تنفيذ الخطط والبرامج حتى لو كانت استراتيجية أو كانت آنية ومؤقتة نتيجة عدم تنفيذها نعود ونغرق في النفاية الحلول دائما مؤقتة بانتظار الحلول البعيدة المدى والحلول الاستراتيجية تدخل في اختيار هذه الحلول غالبا صراعات مناطقية طائفية إضافة إلى السياسية حول في أي منطقة يجب أن يكون هذا المطمر أو هذا المكب ويتأخر اعتماد هذه الحلول طيب أستاذ نزيه مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا ما رأيك أسباب هذه المشاكل المستعصية في لبنان ليس فقط النفايات الكهرباء لا يوجد كهرباء اليوم في لبنان 28 سنة بعد انتهاء الحرب الكهرباء تأتي 3-4 ساعات في أحسن الظروف في بعض مناطق بيروت ما أسباب انعدام هذه الخدمات الأساسية لم من نفايات كهرباء وغيرها من أمور يحتاجها الشخص الإنسان العادي في حياته اليومية بشكل يومي يا صديقي أولا ما أشار إليه الزميل وليد شقير للأسباب السياسية وتراكمها خلال السنوات الماضية مع تشكيل الحكومات المتعاقبة التي لم تتمكن من أن توحد الرؤى التنموية والبيئية الواحدة هذا ما رده بشكل أساسي إلى ضعف وتفكك مركز القرار السياسي في الدولة اللبنانية نتيجة الصراعات السياسية ولكن أيضا إنني أود أن أشير بموضوع النفايات أن الموضوع له ارتباط بنيوي ليس فقط على المستوى السياسي وإنما على مستوى مخطط توجيه بيئي تنموي لم يوضع للبنان على هذا المستوى لأن المشكلة النفايات والمشكلة التي هي مشكلة بيئية لا تنفصل عن المشروع التنموي المستدام لذلك عندما نرى وهنا أود أن أشير أن الوحدة الأساسية للعمل التنموي تبدأ من خلال التنمية المحلية باعتباره الجانب على مستوى الميكرو أي على مستوى الجزئي لهذه العملية فتراكم عن الأنشطة الجزئية على مستوى التنمية المحلية في القرى وفي الأقضية وفي المحافظات كان بإمكانه أن يشكل مشروع متكامل لتصور على المستوى المكرو وهذا يردنا إلى أن هذه الخلية أو هذه القاعدة الأساسية للعملية التنموية البيئية عمادها العمل البلدي الذي هو أساس التنمية المحلية مع الأسف نحن في لبنان ما زلنا نتعامل بتشكيل المجالس البلدية بطريقة يعود تأسيسها وشروط تكوينها إلى خمسينات والستينات من القرن الماضي إن العمل البلدي لا يمكن أن يكون على مستوى قرى صغيرة لابد من تجميع هذه البلديات لكي تكون بمقدورها القيام بإمكانها بتحضير الأرضية الصالحة للقيام بالتنمية المحلية وخاصة على المستوى البيئي لأنه كما أصبح معروفا لا يمكن فصل الجانب التنموي عن البيئي فبالتالي هذا أيضا غياب الثقافة البيئية لدى المجتمع اللبناني بنسبة كبيرة وهذا الأمر يسمح بحصول نوع من التجاوزات كثيرة لا يعرف المواطن أبعادها ومخاطرها على صحته ولا صحة أولاده ومجتمع اللبناني ككل ثم هذا الموضوع ندخل فيها بالبزار السياسي أي أننا أمام مأزق حقيقي ساعة يعلن أن هذه المنطقة لا تقبل بأن تستقبل نفايات المنطقة المجاورة ومنطقة طائفية ترفض نفايات الطوائف الأخرى وهلما جرا هذا يدل عن تحلل في الحياة السياسية التي ما زالت بحاجة إلى معالجة قصرية وأن يستوعب أصحاب القرار في السلطة اللبنانية بجميع القوة باتجاهاتهم السياسية المختلفة أننا وصلنا إلى الخط الأحمر أزمت نفايات أزمت كهرباء أزمت خدمات عامة أزمت بطالة نحن أزمت فقر وهنا النقطة أستاذ نزيه وأستاذ وليد يعذرني على المقاطعة أنا أفهم أنه قد يكون هناك خلافات على قضايا السياسة الخارجية قضايا السياسة الدفاعية الدفاعية قضايا من هذا النوع ولكن هل هناك خلاف بينما أن ينتمي لتيار المستقبل أو لحزب الله أو للقوات اللبنانية أو للمردة أو غيره في موضوع لمز بالي يعني في أحد منهم ما بده يلمز بالي من بيته أنا لا أعتقد أن هذه مسائل يجب أن تختلط بالسياسة لأن هذه مسائل لها علاقة بخدمة جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية ما رأيك أستاذ وليد هذا ما يدعيه جميع القدر السياسيين في البلد أن المشكلة تطال كل المواطنين كل المناطق كل الطوائف كل الاتجاهات السياسية هذا ما يدعونه في مواقفهم عندما تقع الأزمة أما تدارك الأزمة عندما يجري البحث به بصورة منطقية وعلمية فتدخل هنا العوامل السياسية نرى فريقا يرفض القبول بخطة الفريق الآخر إما نتيجة اتهامات بأن هناك من يريد استغلال أزمة النفايات من أجل أن يلتزم الشركة الفلانية أو المتعهد الفلاني تلك يعني المعالجة تلك الأزمة فتدور الاتهامات لأسباب سياسية وتؤدي إلى عرقلة عملية التنفيذ هذا واحد اثنين هناك أيضا منطق التنفع من معالجة الدولة للأزمات أخذ يسود أكثر فأكثر والجميع يعلم أنتم تسمعون وتقرؤون في الصحف الاتهامات التي تحصل حول التلزيمات في شأن هاء الكهرباء في شأن النفايات في شأن الهاتف في شأن كل الشؤون معرضة للاتهامات المتبادلة نتيجة الصراع على موقع النفوذ ليس فقط السياسي بل أيضا الاقتصادي والمالي ورغبة في تنفيع كل فريق لجماعته من المتعهدين أو من الشركات إلى ما هنالك هذا الاهتراء في الوضع السياسي يقود إلى ذلك الخطة التي وضعت عام 2010 جرى تعديلها في عام 2015 أمام الأزمة الشهيرة التي نتذكرها جميعا حين عمت صور بيروت والمناطق الممتلئة شوارعها بالنفايات كل المحطات تلفزها العالمية وصولا إلى السعنان جرى وضع خطة مؤقتة وخطة بعيدة المدى لم ينفذ الجزء الكبير منها في حينها إذا كنتم تذكرون نتيجة عدم عمل المؤسسات السياسية والإدارية كما يجب في فترة الفراغ الرئاسي التي عاشها لبنان والتي كانت فرقاء لبنانيين يتبدلون خلالها الأفخاخ بين بعضهم البعض ثم الآن بعد أن اقتربت الخطة الطارئة التي وضعت عام 2015 أثناء حكومة الرئيس تمام سلام عندما اقترب الموضوع من الكارثة نتيجة تأخر في تنفيذ الخطة البعيدة للمدى تم تغير الخطة التي وضعت عام 2015 وبدأ الاعتماد المطامر الصحية ومعامل الفرز والتسبيخ إلى ما هناك والطمر الصحي تم الانتقال إلى فكرة المحارق وهذه المحارق هذه مشكلة بحد ذاتها اليوم منظمة تحذر من أن لبنان يختنق هناك من يعيد نعم تقول المنظمة لبنان يختنق هناك حرق عشوائي بشكل كبير ليس فقط من قبل السلطات والبلديات ولكن حتى المواطنين نفسهم يقومون بحرق النفايات بشكل عشوائي لدينا حوالي أقل من خمس دقائق أستاذ وليد وأستاذ نزيه أريد أن أسمع منكم إلى أين تنضي الأمور تتحدث أستاذ وليد عن الاهتراء في الوضع السياسي إذا كل شيء متوقف على الوضع السياسي معناته البلد لن يتحرك بهذا الشكل أستاذ نزيه كل الحلول مؤقتة كل الحلول تسكيجية في لبنان إلى متى ستستمر هذه المسألة؟ مع الأسف الوضع رغم كل المحاولات التي جرت في السابق أنا أذكر أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري عندما وضع حل اخترع حلا في أول حكومة له لمعالجة الكهرباء واستحداث البطاقة الاستهلاكية للكهرباء قامت الدنيا ولم تقعد الرئيس الحريري تقدم بمشروع لمعالجة مشكلة النفايات بالألفين وعشرة أيضا عطلت بالكيدية السياسية فبالتالي الحكومة الرئيس تمام سلام أيضا تعطلت عندما حاولت تنفيذ الانطلاق ببداية المخطط التوجيه نحن بحاجة أيضا فعلا إلى وعي وطني اليوم أصبح المسألة البيئية مسألة وطنية لأنها تهدد الصحة العامة تهدد أجيالنا هل تعلم أستاذ الكريم أن لبنان يعتبر من أعلى البلدان التي فيه بالإصابة بأمراض السرطان بين جميع الدول العربية هذا لأن هذا الوضع المتردي الذي كان عسكريا قلال الحرب وسياسيا التي شلت قدرات الدولة اللبنانية والسلطة المركزية فيه أدت إلى تراكم حالات الفساد وحالات الإهمال وحالات التلوص على كافة المستويات تلوص اجتماعي تلوص ثقافي تلوص فكري تلوص بيئي فنحن بحاجة لحركة لانتفاضة نهضوية اجتماعية سياسية حقيقة تنقذ مصير الوطن تنقذ المجتمع اللبناني بكل مستوياته دون تمييز لأن القضاء على الصحة العامة لا يميز بين هذه الطائفة وتلك وبين هذا الطرف وزاك أستاذ وليد أقل من دقيقتين معنا البحر الأبيض المتوسخ الآن هكذا يوصف في لبنان للأسف هذا البحر الجميل الشواطئ الجميل الحل برأيك إلى أين تتجه الأمور لبنان مقبل على انتخابات نيابية وهنا يعني أمام المواطنين فرصة لمحاسبة هذه الطبقة السياسية إذا استمر الوضع على حاله من يعني احتراء في عمل المؤسسات ومن تأخير معالجة المسائل يعني المعضلات الإنمائية في لبنان هناك أمل ما بأن هذه الانتخابات تفرز يعني وضعا جديدا ربما لن تفرز طبقة سياسية جديدة ولكنها قد تفرز وضعا يعني انذارا ما لأن هناك بعض الأطراف التي قد تتعرض لخسارات أو قد ترى أن من اعتاد على انتخابها لم يعد قابلا لانتخابها قد يفشل في إيصال صوته عبر ممثلين له إلى البرمان والأرجح هذا الذي سيحصل ولكن هناك أيضا أمل بتلك الخطة إذا كانت الطبقة السياسية استشعرت الخطر على نفسها من نقمة الناس الخطة التي توضع الآن في الحكومة لإعادة بناء البنية التحتية اللبنانية التي يفترض أن تشمل أيضا الإجتماعي والبيئي والأخر والتي تنتد على 8 سنوات إذا كان ستنفذ وفقا للجدول الموضوع شكرا جزيلا لك الأستاذ وليد شقير مدير أخبار لبنان في صحيفة الحياة كان معنا من بيروت ومن هناك كان معنا أيضا الأستاذ نزيغ خياط الخبير في التنمية شكرا لكم